مرحبا شباب أهلا وسهلا بكم بمحاضرة جديدة من محاضرات الميتابوليزم وإياكم منار مرتبة بهاي المحاضرة رح نستولف عن شغلتين أول شاء الله هي الكريب سايكل هاي الكريب سايكل تعتبر لستيج ثري أوف كاربوهايدريت ميتابوليزم رح تقلوني منار زيان إذا الكريب سايكل كانت لستيج ثري تقدرين تذكرين الستيج ون والستيج تو شنو كانت؟ أنا هسا أقل لكم الستيج ون هي عملية الدايجاشن عملية الهضم وعملية الامتصاص في حين الستيج تو هي عملية التحليل السكري خليني تذكر بعض التفاصيل اللي حتيناها عن عملية الكلايكوليسز لأن أحتاجها بعد شوي بحساب الطاقة عملية الكلايكوليسز وين تحدث؟ تحدث بالسايتوسول هاي العملية أنا جاي أسوي بيها جاي أحول الكلوكوز أوكي إلى تو بايروفيت حطوا خطين تحت التو تو بايروفيت هاي العملية جاي تضطين اثنين اي تي بي وتضطين اثنين نات اتش زيان جقلنا هالدور قلنا إنه البايروفيت ما يقدر يدخل دايركتلي إلى الكريب سايكل وإنما لازم يتحول إلى شغلا سميها الأسيتال كو اي على مود نحول البايروفيت إلى الأسيتال كو اي أحتاج إنزيم أسميه بايروفيت دي هايدروجينيز وهذا الرياكشن رح يضطينا نات اتش هسه صار عدنا أسيتال كو اي هذا الأسيتال كو اي أقدر أرجع أدخله بالكريب سايكل هاي الكريب سايكل إلها بعد أسماء على مود ما تشتبهون مني شوفوهم إلها بعد أسمين الاسم الأول هو تي سي اي اللي هو تراي كاربوكسي أسي سايكل والاسم الثاني هو سيتريك أسيت سايكل سميت هنهيج سميتها تي سي اي وستريك أسي سايكل لأن هذا الأسيتال كو اي هذا الأسيتال كو اي أول ما يدخل للكريب سايكل رح يتحول إلى ستريت لذلك سميتها سيتريك أسي سايكل أو TCA هس خلصنا الانترو عن الكريب سايكل خلنسول في شوية مقدمة عن عملية الجلوكونيو جينيسيز جينيسيز معناها صناعة جينيسيز يعني سينثيسيز يعني صناعة جلوكونيو معناها جلوكوز معناها أنا جاي أصنع جلوكوز بجسمي زيني شوكت أحتاج أصنع جلوكوز أحتاج أصنع جلوكوز من أنا ما أكل من نوفود من أنا ما أكل معناها أنه أنا ما جاي أدخل جلوكوز الجسمي مثلاً بحالات المجاعة أو حالات الصيام الطويل أنا ما جاي أدخل جلوكوز الجسمي والجلوكوز مهم بالجسم لأنه يعتبر مصدر رئيسي من مصادر الطاقة فالجسم شو رح يسوي رح يتكيف وي حالات المجاعة وحالات الصيام الطويل ورح يفعلنا عملية جلوكونيو جينيسيز وأقدر من خلالها أصنع جلوكوز فخلي نروح على الليرنينج أبجكتف الليرنينج أبجكتف الأول يقول describe the rules of tricarboxylic acid cycle in metabolism رح نوصفو نشرح شن هي tricarboxylic acid cycle وشن هي rule أو الدور مالتها بعمليات الميتابولزم اكسب لين how TCA cycle is regulated رح نشرح شون TCA cycle أقدر أتحكم بيها شوفو تذكرون عملية اللي glycolysis عملية التحلل السكري كان بيها كان بيها ثلاثة irreversible reaction وكانن هذين الثلاثة irreversible reaction بيهن enzymes الانزايمز مال ثلاثة irreversible reaction جنت أقدر أحفزهن وأقدر أثبتهن بالتالي أنا سويت جاي أسوي regulation العملية اللي glycolysis عملية TCA هماتين نفس الحالة أقدر أسوي إلى regulation learning objective الثالث explain why and how glucose is produced from non-carbohydrate sources يعني شنو يعني هذا الغلوكوز أول شي نشرح شون رح نصنع رح نصنع عملية الغلوكونيوجينيس إذن رح نشرح عدنا عملية الغلوكونيوجينيس شون رح أصنع و why ليش أصنع لأنني ما أعد الغلوكوز الجسمي فأحتاج الغلوكوز هاي التفاصيل كلها رح نصالفها من نوصل للغلوكونيوجينيس فخلي نبدي بالتراي carboxylic اسس سايكل فيقل لنا إنه هي stage 3 of metabolism المرحلة الثالثة بعملية الكاربوهايدريت ميتابوليزم وقلنا إنه ال stage 1 شنو كانت كانت عدنا عملية ال-digestion وعملية ال-absorption في حين stage 2 of كاربوهايدريت ميتابوليزم هي عدنا عملية ل-glycolysis شي قلي قلي it is un-oxidative pathway هو عبارة عن مسار تأكسدي وين يحدث that occur in the inner mitochondrial membrane هذا المكان مهم كان عدنا ل-glycolysis وين يحدث يحدث بال-sytosol بعد من ندخل بعملية الكريب سايكل العمليات متكمل بال-sytosol وإنما تكمل بال-inner mitochondrial membrane فعلى مود نفهم الكريب سايكل ونرجع نحكي هذن التفاصيل مالتا وإحنا مسيطرين على الموضوع خلو روح نشرح السايكل مثل ما سوينا بال-glycolysis بالبداية شرحنا الباثوي وبعدين رجعنا للحشي مالتا وكان عدنا الحشي سهل فهذا خلو روح نشرح السايكل على مود لما نرجع لهذا الحشي المكتوب رح نلقاه جدا واضح فخلي نبدي بالسايكل مال TCA فإي شباب مثل ما اتفقنا مسبقا إنه البايروفيت ما يقدر يدخل الى الكريب سايكل وإنما لازم يتحول الى اسيتالكو فالبايروفيت رح حول الى اسيتالكو عن طريق انزيم البايروفيت دي هيدروجينيز والناد رح يطلع عنا كبرو ديكت من هذا الرياكشن من تحويل البايروفيت الى الاسيتالكو رح يطلع الناد فهذا اهم شغلتين الانزيم اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز وثاني شي يطلع الناد كبرو ديكت من هذا التفاعل هسا يجعني الاسيتالكو هذا الاسيتالكو الى القدرة إنه يدخل بالسايكل بالكريب سايكل شوفوا أنا من أقل لكم معناها شنو معناها إنه على مود أبدي دورة جديدة بالسايكل لازم الدورة القديمة كاملة بحيث مسويت لأوكزالو اسيتيت ليش شوفوا لما نجي نحسب الكاربونات ما للأوكزالو اسيتيت هاي واحد هاي اثنين ثلاثة اربع عدنا اربعة كاربونات لما نجي نحسب الكاربونات ما للأستال كو اي طبعا هاي الكو اي هاي السيمة للكو اي يعني مو كاربونات هنا واحد هنا ثنين عده ثنين كاربونات آني هذا الأستال كو اي على مود أدخله بالكرب سايكل لازم أربطه بالأوكزالو اسيتيت فشوفوا شون الأوكزالو اسيتيت مهمة إنه تكون موجودة لأن رح أربط بيها الأستال كو اي الأستال كو اي كم كاربونات ثنين أوكي ثنين سي فرح يطلع لي ستة سي اللي هو السيتريت إذن نحسب واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة وهي ستة فالستريت طلعت لي اللي هي ستة كاربون السيتريت يجتني من اتحاد الأستال كو اي والأوكزالو واسيتيت فالستريت على مود ينصينا أحتاج إنزيم صانع للستريت فشوفو هنا الإنزيم المستخدم هو سيتريت ساينثيز ساينثيز معناها الإنزيم الصانع زيان شباب أنتوا على مود تجون تردون تقرون دورة كريبس هذا المخطط شوية بصور وهي تركيبات بحيث تشوشكم أنتوا على مود تحفظون المخطط فأمثل مخطط تحفظوه للكريبس سايكل هو هذا هذا كامل شنو أنا أحتاج أحفظه من الكريبس سايكل أحتاج أحفظ ذن الإنترميديت ذن الإنترميديت الموجودات اللي هنه ثمانية وأحتاج أحفظ الإنزيمات اللي بيناتهم وأحتاج أحفظ البرودكت هذن أحتاج أحفظهن هذن الأشياء اللي تحتاجون تحفظوهن من الكريبس سايكل هس نجي نقراهن سوية ونشرحها سوية أنا على مود أحفظ الإنترميديت هنا أكوني مونيك لطيف يساعدني بالموضوع Can I ask some super fantastic memes on كل أول حرف من كلمة أوكي رح يشير إلى إنترميديت معين يعني هسا أنا رح أبدأ بالكان السترات البداية مالتي أول إنترميديت أوكي رح أبدأ بالكان فالسي يشير إلى السترات النيمونيك الثاني أوكي اللي هو الآي لأنه كان آي فالآي يشير إلى الآيزو سترات هالدور النيمونيك الثالث اللي هو الاسك الأي يشير إلى الألفة كيتو اللاتريت الأي يعني الألفة أوكي بعد شنو عدي يعدي النيمونيك الرابع اللي هو السام الاس يشير إلى الانترميديت الرابع اللي هو الساكسين أو كو أي هالدور النيمونيك الخامس يشير إلى السوبر أوكي هذا السوبر يشير إلى الساكسين هذي الانترميديت الخامس الانترميديت السادس شعدي عدي فانتاستيك ال-F يشير الى الفاموريت هالدور السابع اللي هو الماليت عدي شنو عدي ميمز هاي ال-M تشير الى الماليت والانترميديت الثامن اللي هو الاوكزالو أسيتيت شنو عدي عدي اون في ال-O تشير الى الاوكزالو أسيتيت فسا اخنا شنو قلنا قلنا انه يجي لي هشوفو هذا البيروفيت رح يتحول الى هاي الاسيتالكو اي الاسيتالكو اي شوفوه شن متحدة مع الاوكزالو أسيتيت هنا عن طريق انزيم السترات سينثيز وش مسوي لمسوي لسترات هالدور اهنا شنو عدي عدي هذا السترات هذا السترات رح يتحول من الانترميدية الاول الى الانترميدية الثاني اللي هو الايزو سترات عن طريق انزيم اسمي الاكونيتيز هذا الاكونيتيز هو عبارة عن انزيم يحول السترات الى الايزو سترات هسه صار عدي ايزو سترات هذا الايزو سترات رح حوله الى الف كيتو جلتريت شون أحاولي إلى Alpha Ketoglaterate عن طريق إنزايم اسمه Isocytrate Dehydrogenase شوفوا شباب وإما تشوفون Dehydrogenase معناها أنا راح أصنع أما NADH أو FADH2 ليش لأن هذا Dehydrogenase هو راح يشلع لي هيدروجين ويطيل الناد فرح يتحول الناد إلى NADH سمثلا عدي هذا الـ Isocytrate راح أسلط عليه إنزايم الـ Isocytrate Dehydrogenase الـ Isocytrate لأن هذا هو أصلا Isocytrate فDehydrogenase لأنه راح يأخذ الـ H من الـ Isocytrate ويطيلها للناد فالناد راح يطلع عندنا NADH هس هنا صنعنا أول NADH هس هنا صنعنا أول NADH الدور هذا الـ Isocytrate راح يتحول إلى Alpha Ketoglaterate هذا الـ Alpha Ketoglaterate همواتي راح أسلط عليه إنزايم اللي هو Alpha Ketoglaterate Dehydrogenase بما أنه هو اسمه Alpha Ketoglaterate في اسم الإنزايم همواتي Alpha Ketoglaterate Dehydrogenase مثل ما اتفقنا بما أنه هو Dehydrogenase معناها راح يصنع لي أما NADH أو FADH2 وغالباً تكون NADH لأنه نحن عدنا هنا بس FADH2 وحدة وعدها ثلاثة NADH فهذا الـ Alpha Ketoglaterate راح يصنع لي NADH والـ Alpha Ketoglaterate راح يتحول إلى شنو؟ راح يتحول إلى الساكسيناوكو A هنا هذا الساكسيناوكو A راح أسلط عليه إنزايم اللي هو الساكسيناوكو A الساينثيتيز من أسلط عليه هذا الإنزايم راح يتحول الساكسيناوكو A إلى الساكسينات ويصنع لي GTP شوفوا الجي تي بي نفس الـ ATB بس الفرق شنو؟ الفرق إنه هاي جي معناها غوانين أوكي؟ والـ A معناها الأدينين زين؟ الأدينين والـ غوانين هنا ثلاثين عبارة عن نيوكليوتايد تاخدوها بالـ MgD فالـ GTB يعني نفس الـ ATB أوكي؟ طاقة هالدور هذا الساكسينات أوكي؟ راح يتحول إلى Fumorate عن طريق تسليط إنزايم الساكسينات ديهايدروجينيز وإحنا قلنا بما إنه ديهايدروجينيز طبعا الساكسينات لأن اسمه ساكسينات نأن ديهايدروجينيز معناها أنه أنا جاي أخذ H فجاي أصنع هنا FAD H2 هالدور صارت عدي الفاموريت هاي الفاموريت راح أسلط عليها إنزايم اللي هو الفاموريز هاي الفاموريت راح تتحول إلى الماليت هالدور شنو؟ هالدور هذا الماليت راح أسلط عليه ديهايدروجينيز طبعا ماليت ديهايدروجينيز ماليت لأن اسمه ماليت فديهايدروجينيز لأن جاي أخذ H فرح أصنع هنا ناد H وارجع اوكزالو اسيتيت وهيش ترجعت عيد الدورة فهسه كماننا دورة كريبس وش طلعنا منها طلعنا منعتها هاي هنا واحد ناد اتش هاي هنا ثنية ناد اتش هاي هنا ثلاثة ناد اتش بعد اش طلعنا اول شي طلعنا ثلاثة ناد اتش بعد اش طلعنا طلعنا فاد اش تو وحدة طلعنا وحدة فاد اتش تو بعد اش طلعنا طلعنا وحدة جي تي بي وحدة جي تي بي هسا اذا نرجع للكريب سايكل مال هذا المخطط خماتين نفس الحجل اللي صرفت لكم اياه هنا حاطين الانترميديت وحاطين الانزايم وهذا هنا صير خوصة لان ضيفين استتراكترات وإلا هو نفس الحجل اللي حتيت لكم اياه فأنتوا أسهل لكم وأحلالكم انوا حفظوا هذا المخطط كلش مرتب لكم زيان هسا أريد أعرف آنش قد جاي أطلع طاقة من الكريب سايكل شوفوا أنا الطاقة اللي رجاي أطلعها من الكريب سايكل موجودة على شكل الناد ات وفاذ اتو شوفوا انتوا شوقت رح تتعلمون شون أطلع طاقة من الناد ات والفاذ اتو هتأخذوها بالسسنو الرابع بس آني هسا أريد أعلمكم وشون نحسب طاقة الكريب سايكل تمام فهسا خلalu نشوف شقة جات تطلع لطاقة من الكريب سايكل شوفوا الناد اتش الوحدة اوكي الناد اتش الوحدة المصادر القديمة عدنا قديم وعدنا جديد المصادر الجديدة تكون 1 ناد H تطين 2.5 ATB في حين المصادر القديمة تقول 1 ناد H تطين 3 ATB اوكي زي بعد شنو الفاد H2 الواحد فاد H2 هماتين عدة مصادر قديمة قديمة وعدة جديدة الجديدة تقول الواحد فاد H2 تطين 1.5 ATB في حين القديمة تقول لا تطين 2 ATB الفرق نص بين 3 و 2.5 وبين 2.5 يعني الفرق بين المصادر القديمة ومصادر الجديدة فقط نص لكن شنو لكن هسا آني إذا أريد أجي أحسب جيت جا تطلع لي ATB من دورة كربس الوحدة 3 ناد H معناها 3 في 2.5 اوكي معناها جيت معناها هنا 7.5 ATB الفاد H2 بما أنها 1.5 نجا يحسب على المصادر الجديدة اوكي 1.5 فشغت رح تطلع المجموع رح يطلع المجموع 9 وبعد وياها 1 GTB يعني شون الواحد ATB فرح يطلع المجموع زائد 1 فرح يطلع المجموع 10 ATB هاي دورة كربس الوحدة على المصادر الجديدة أما إذا حسبتوها على المصادر القديمة فدورة كربس الوحدة رح تطلع لكم إذا قديمة فدورة كربس الوحدة رح تطلع لكم 12 ATB لأن بدال 2.5 بدال 7.5 شكرا رح يصير رح يصير 9 وبدال 1.5 رح يصير 2 في المجموع 9 واثنين داعش وهنا أضيف لهم 1 في المجموع يصير 12 ATB على المصادر القديمة بس إحنا بما أنه هي هاي دراسات جديدة فنعتمد على المصادر الجديدة اللي هي 10 ATB زي بعد شنو هسا هاي عرفنا من دورة كربس وحدة أطلع 10 ATB زيان من كل الجلوكوز ميتابوليزم اش قد جاية أطلع أوكي هاي السالفة كلش انترستنج أنا من الجلوكوز ميتابوليزم تذكرون من قلت لكم إنه 32 طاقة أطلعها بالمصادر الجديدة خنشوف هذن 32 طاقة شون جاي أطلعها بالمصادر الجديدة شوفوا آني شنو عدي عدي تذكرون هناش قلت لكم قلت لكم إنه الجلوكوز الواحد رح يتحول إلى 2 بايروفيت فمعناها هنا شنو معناها إنه على مود أدخل بكربس سايكل للجلوكوز الواحد عدي 2 بايروفيت فعدي 2 أسيتالكو أي فمعناها تدورة كربس جاي أصير عدي مرتين للجلوكوز الواحدة فمعناها إنه جاي أصير عدي 2 في 10 دورة كربس مرتين 2 كربس سايكل أوكي 2 كربس فالمجموع شنو 2 في 10 شقيت 20 ATB بعد شنو عدي تذكرون هنا من حولت البايروفيت إلى الأسيتالكو أي شطلعت طلعت ناد أتش بما إنه أنا جاي أحول 2 بايروفيت إلى 2 أسيتالكو أي فرح أطلع 2 ناد أتش فإهنا صار عدي صار عدي 2 ناد أتش اللي هنا خمسة أوكي 2 في 2 ونص شقد رح أصير رح أصير عدي خمسة فخمسة وعشرين زائد خمسة شقد رح أصير عدي رح أصير عدي خمسة وعشرين ثنين ATB نكمل بعدنا ما كملنا زيان بعد تذكرون بعملية جلائيكوليس شقد طلعت طلعت 2 ATB وطلعت ثنين ناد أتش فإن نجي 2 ATB ذني جاهزات مجرد نضيف عال خمسة وعشرين شقد صارت صارت عدي سبعة وعشرين بعد شنو عدي عدي ثنين ناد أتش من الجلائيكوليس أوكي هاي خلنا نقول ثنين ATB من الجلائيكوليس أوكي فثنين ناد أتش من الجلائيكوليس معناها سبعة وعشرين زائد خمسة معناها المجموع ثنين وثلاثين ATB طلعت من الجلوكوز ميتابوليزم هسه انتو اللي تعرفو اللي هنا انه الطاقة الجاهزة اللي طلعتها بعدكم بالساشن الجاي رح تعرفون شون أحول الناد أتش والفاد أشتو إلى طاقة بعد عالساشن الجاي تاخذوها بس هسه حسبتين على مودة تكونون على إحاطة كاملة بكل الجلوكوز ميتابوليزم نرجع للحش اللي أجلنا عن الكريبس سايكل ونصالف هذن الأشياء فنكمل هناش قاية القاية requires ناد فاد and أوكزالو أسيتيت ليش أحتاج الناد لأن أنا جاي أصنع ناد H فأحتاج الناد على مودة حولها إلى ناد أحتاج الفاد على مودة حوله إلى فاد H2 أوكي زيان أحتاج الأوكزالو أسيتيت لأن جاي قلت لكم قلت لكم إنه الأسيتال كو راح يرتبط مع الأوكزالو أسيتيت في الكريب سايكل تحتاج الأوكزالو أسيتيت زيان بعد شي قول قول تشوفوا هسه هنا لما تجون تبعون للأسيتال كو راح تجون أكو باوند بين هاي الكربونة وهاي الكربونة اللي هي يقصد بيها بال cc باوند هنا لما تجون هذي الأسيتال كو اي هاي c وهاي c أكو باوند يقول بال كريب سايكل هاي c يات الباوند اللي باوند راح تروح أوكي بالتالي شنو بالتالي هاي c اتوم بالأخير أحولها إلى co2 أطرحها شوفوا شوفوا آني شبين بديت بديت هاي الأوكزال وستيت عدي أربعة تمام قطيتها أسيتال كو اي جس سويتها سويتها ستة لكن من مشت الدورة شوفوا مشت الدورة بالأخير بيمن انتهيت بالأخير انتهيت بالأوكزال وستيت اللي هي أربعة معناها شنو معناها الاثنين اللي ضفتها من الأسيتال كو اي كلها تكسرت بالطريق وطلعت على شكل CO2 شوفوا هاي CO2 هاي CO2 معناها الأسيتال كو اي ال CC جا تتكسر أوكي بالكريب سايكل جا تتكسر وتتحول إلى CO2 فهذا اللي قصد هنا يعني يعني انه الكريب سايكل تعتبر مهمة بالانسجة اللي تحتاج طاقة عالية اكيد لان من ساعة حسبنا الطاقة مال الكريب سايكل عالية خصوصا اذا كان يعني جلوكوز الواحد تطلع من اثنين كريب سايكل فهذه اثنين كريب سايكل تطين 20 ATV كل شو هاي فهي تعتبر مهمة على موض اوفر طاقة للانسجة اللي تحتاج طاقة عالية شوفوا هنا اهنا البوينت جلونا عملية ممكن تحدث بوجود الاكسجين او بعدم موجود الاكسجين لكن اذا حدثت بعدم موجود الاكسجين البايروفيت تحول الى لاكتيت وتقعد وتسكت بعدما اكو اشي ورا لاكتيت تمام في حين شنو في حين اذا كانت عدنا ايروبك إذا كان وجود الاوتو هذا البايروفيت رح يدخل بالكريب سايكل لان الكريب سايكل تحتاج لوجود الاكسجين فهناش قاية بعد هنا شنو يعني شنو يعني ما اكو عندنا فد ضرر جيني معروف اوكي يعني ما موجود ما مكتشفين انه اكو فالضرر جيني معروف بهاي الباثوي يعني بالكريب سايكل اللي تؤدي الى الخطورة وبعدين الوفاة فهي الكريب سايكل ما مكتشفين بها امراض يعني متعلقة مثلا بالانزيمات مثل ما اكتشفنا مثلا بالجلايكوليس اكو مثلا بها لا بعدنا بعدنا ما نعرف اي فالضرر جيني يأثر على هاي الباثوي انا خلنورجع نكمل الحاج مالتنا ونسولف بعد اكثر عن التي سي اي شوفوا هاي السالفة السالفة اياها هنا شوفوا انا هنا بالكريب سايكل جاي اصنع هواي انترميد شوفوا بديت بالستريت طبيت على الآيزو ستريت هادور الفا كيتو غلات هادور ساكسين هادور ساكسين هادور فيومور هادور المال هذان كلها انترميد في الستراتيجي الستراتيجي ما للباثوي هذا مالكريب سايكل انه اصنع انترميد هو اش قال بداية الباثوي بداية الاستراتيجي تكون بال سي 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 هاي السي احنا مقلنا سي 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 عادها ستة كاربون وهاي السي ستريت هنا مسميها تراي كاربوكسي اسد اوكي تراي كاربوكسي اسد يعني ستريت او اذا شفتوا ستريك ستريك اسد ليش اشارة الى السي ستريت اللي تبدي بها السايكل زين بعد شنو عدنا شغايل هالدور هاي السي ستريت راح تفقد سي او شفو هنا هاي ستريت اوكي من تمشي هنا بداية ستة هنا بعتتي ستة اوكي بال ايزو بال ايزو ستريت بعتتي ستة بس هنا شنو راح الفا كيتو او الفا كيتو اسد نفس الشي هذين شنو هذين عبارة عن سي فايف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ليش نفقد سي او تو هالدور هاذا الفا كيتو هما راح يفقد سي او شفو هنا راح يفقد سي او يتحول الى شنو يتحول الى سي فور هنا هاي من جديد هاي الاوكزالو اسيتيت وين ارقاها او شفو هاي الاوكزالو اسيتيت ممكن هماتين تروح توقلوكوز ممكن هماتين يعني اذا احتاج انا غلوكوز واحنا مثلا بمجاعة او اصنع غلوكوز هاي الاوكزالو اسيتيت ما ارجع ادخلها بال وانما شنو وانما اخذها على مود اصنع من عدها غلوكوز زيان فهنا يقلي عدي C6 اللي هي tricarboxylic acid هالدور هاي تفقد CO2 رح تتحول الى C5 اللي هو كيتو اسيت اللي هو نفس alpha ketoglaterate هالدور هاي C5 رح تفقد هماتين CO2 وتتحول الى C4 that are interconvertible يعني ممكن تتحول لحد ما توصل الى الاوكزالو اسيتيت والاوكزالو اسيتيت بعد يقرر عما يدخل بالكرب cycle من جديد حسب توفر الاسيتال CO2 او لا يتحول الى جلوكوز اذا حتاجت اسوى عملية الكلوكون يوجين اهنا يقلي يعني هنا شوفوا اهنا اني لو ما ضيف اسيتال CO2 الى الاوكزالو اسيتيت هل يات راح يسوي السيتريت لا ما راح يسوي معناها السايكل هاية ما تمشي اذا انا مطيت الاسيتال CO2 لان الاسيتال CO2 هي اللي اضافت 2 كاربون على الاوكزالو اسيتيت بحيث سوت النا السيتريت بدون الاسيتال CO2 الانترميد ما الكرب cycle ما راح تمشي لان ما عدي هاي الاثنين كاربون اللي تسوي السيتريت بالتالي الباقي ما راح يمشي فهنا شي يقول there is no next synthesis of the intermediate of the cycle by the reaction of the cycle alone يعني السايكل لاحة لا تسوي الانترميد في حين لازم توفر الاسيتال CO2 شوفوا هاي مو بالمحاضرة هاي جايبها من الورك بس جدا مهمة شباب المعادلات جدا مهمات ابدا ابدا لتعوفوهن يعني هنا على موت تسهل علينا الشغلة نعرف البرودكت ما الكرب سايكل نعرف البرودكت انو هي 3 not 1 fad h2 و 1 gtb جيبوهن ذني بالنواتج اش طلع عدي 3 not fad h2 gtb زين هاي not اكيد لازم لها متفاعلات شنو المتفاعلات مالتها 3 not اوكي انا متصل على 3 not بعد شنو المتفاعلات مالتها فاد اشتو انو الفاد بعد gtb اللي هو قوانين triphosphate هنا احتاج gdb واحتاج الفوسفيت على مود الفوسفيت اضيفها لدي وشنو احول ها الى gtb بعد شنو عدي الستال co a تذكرون ببداية من نش قلي قلي هاي الباوند اللي صاير بين c و c رح نكسرها ونحولها الى co2 فشوفوا هاي كل c رح تتحول الى co2 فهنا 2 co2 يعني هذا الستال co2 رح يتحول الى 2 co2 والcoa يتضل بمكانها فتبقى coa فهي هاي overall equation of the pathway شوفوا شون صار السهلة من فسرناها فانتو ابدا ابدا لاستكبوها خنشوف بعد شنو حاشينا عن الكريب سايكل هذا الحاجي من الورك بما انه نجمة اي نجمة معناها انه من الورك بس اطلعوا علي انا اريدكم بس تشوفوا اوكي فهنا شنو عدي ان اضافة الى هاي الوظيفة التهدمية من الكريب سايكل هاي الكريب سايكل الها وظيفة بنائية يعني شنو يعني الانترميديات من الكريب سايكل ممكن يصنع اشياء شنو ممكن يصنع وشن هن الانترميديات اللي يصنع خلن شوف مثل ما قلتلكم شباب بس باعول هن يعني هاي بس اريدكم متطلعون عليهم عدي الالفا كيتو غلاتوريت والساكسينيت والفيوم والماليت ممكن صنع نون أسنشيال أماينو أسد يعني شن نون أسنشيال أماينو أسد يعني هاي أماينو أسد تنصنع بجسمي ومو إلا آكلها آني بالأكل لذلك أسميها نون أسنشيال يعني مو إلا آكلها يلا تدخل الجسمي وإنما جسمي إلى القابلية أنه يصنعها عن طريق هذن طبعا الانترميدية دين اللي يريد يعرف شن إن الأماينو أسد اللي يكون أسنشيال ونون أسنشيال خلي يطلع على هذا الجدول ركزوا أنا جاي أقول جاي أقول اللي يريد يعرف تمام هنا شي يقول الساكسين والأوكزالو أسيتيت are used for synthesis of him and glوكوز بله الأوكزالو أسيتيت شون يصنع جلوكوز هاي نعرف عن طريق الجلوكو نيوجينيس شوفو هنا الأوكزالو أسيتيت قائل إنه ممكن تو جلوكوز على مود يصنع الجلوكوز عن طريق الجلوكو نيوجينيس في حين الساكسين تستخدم لصناعة الحديد شوفو هنا قاي هنا على مود أصنع الحديد رح أمر بهذا الباثوي إنه بالبداية غلايسين والساكسين أو قائل رح يتحدن ويمشن بالباثوي بالنهاية تنتهي بصناعة الحديد هذا الباثوي يحفز وجود الساكسين أوكي لذلك الساكسين مهم لتحفيز هذا الباثوي وصناعة الحديد بعد شي يقلي يقلي السيتريد استخدمها لصناعة الفاتي أسيد هنا أكو صورة شوفو هنا السيتريد أوكي هاي السيتريد بالنهاية رح تمشي باثوي وأصنع منها بالنهاية فاتي أسيد هاي رح تاخذوها بعدين لا تخافون هاي السيتريد شون تصنع الفاتي أسيد رح تاخذوها إن شاء الله بالساكسين الجاي فإيه هسا وصلنا للregulation of TCA cycle وصلنا الآخر فقرة بالكريب سايكل احنا نعرف إنه الكريب سايكل تنتج هواي طاقة معناها أنا شوكت أحتاج أدخل بالكريب سايكل أحتاج أدخل بالكريب سايكل من آني أحتاج هاي الطاقة على مود أستخدمها فيقلي إنه الbrimary factor derived TCA cycle is the rate of ATB utilization يقول إنه العامل الأول اللي يخليني أدخل بالTCA cycle هي كمية الATB اللي آني محتاجتها واللي آني أستخدمها تمام فإهنا يقول two major signal feed information on the rate of this utilization أدي هنا اثنين اوكي اثنين علامات تطيني معلومات على إنه أنا جد جاي أستخدم طاقة وهل أنا أحتاج أدخل بالTCA cycle أو ما أحتاج شن لنذني العلامات أول شي الATB على الADB رشا يعني شنو يعني إذا كانت الATB عد عالية معناها أنا كمية استخدامي للATB حاليا قليل فما أحتاج أدخل بالكرب cycle أما إذا كانت الADB عالية معناها شنو معناها أنا هسا جاي أحتاج أستخدم الطاقة ولذلك عدي ADB عال هواي لأن أنا استخدمت هواي طاقة وحولت إلى ADB فعدي الADB عالي فأحتاج أصنع طاقة من جديد وأحتاج أدخل بالكرب بعد شنو الNAT إذا كانت عدي الNAT عالية معناها شنو معناها أنا عدي طاقة فما أحتاج أدخل بالكرب cycle في حين إذا كانت الNAT هي العالية معناها أنا ما عدي طاقة وأحتاج أدخل بالكرب cycle فهذين الريشيوات أوكي هنا اليطن معلومات على أنه أنا قد عدي طاقة وجد أحتاج أستخدم هاي الطاقة الaisocitrate dehydrogenase the enzyme regulate the ferrous irreversible step is illustriically inhibited by NAD and activated by ADB شوفو وين نروح نروح لل isocitrate شوفو هذا الaisocitrate dehydrogenase شوفو هذا الaisocitrate dehydrogenase هذا يعتبر الفيرst irreversible reaction بالTC أي ليش لأن هذا الaisocitrate كان 6 كربون من دخلت بهذا التفاعل اللي هو الانزيم مات هو الaisocitrate dehydrogenase من دخلته طلعت من عدة CO2 من طلعت من عدة هاي CO2 طلعت من عدة بعد شنو طلعت من عدة الناد H فصار هذا irreversible reaction يعني ما يقدر يرجع لأن هاي صار C5 هاي صار C6 فما يقدر يرجع وحده فهذا نسمي irreversible reaction فيقول أنه الaisocitrate dehydrogenase اللي هو الانزيم اللي يتحكم بال first irreversible step يقول أنه هذا أثبت بي ناد H وأفعل بي ADB أكيد إذا كانت عدي الناد H عالية معناها أنه رح يثبت هذا الانزيم ليش لأن أنا ما أحتاج أدخل بالكرب سايكل فعليا ما أحفز هذا الانزيم ما أحتاج لكرب سايكل لأن أنا عدي الناد H عالية في حين إذا كانت عدي ADB عالية معناها أنا جاي أستهلك طاقة لذلك أحول ATB إلى ADB فلذلك أعد ADB عالية معناها أنا أحتاج طاقة أحتاج طاقة تعوض لي هاي الطاقة اللي استهلكتها تمام فهذا ADB رح يحفز لي هذا الانزيم على مود بنخير يكمل عملية الكريب سايكل وأقدر أطلع الطاقة والإحنا خلصنا الفقرة الأولى اللي هي الكريب سايكل ورح ندخل بالجلوكو نيو جينيسيز فجينيسيز معناها صناعة هاي الجينيسيز معناها صناعة جلوكو معناها جلوكوز معناها آني جاي أصنع جلوكوز شفو شباب هذا السلايد هماتين من الورك بس يعتبر مهم لأن هذا السلايد فهمه رح يوضح لكم هواي أشياء بخصوص شوكت تحدث لجلوكو نيو جينيسيز صحيح ما موجود بالمحاضرة بس شي حلو إنه تربطون الأفكار وتفهمون الموضوع اللي تتقرون عنه شنو فهذا السلايد رح يربط لكم أفكار لجلوكو نيو فهذا السلايد أقروه كفهم فيقول لمن الكاربوهايدريت يقول ما موجود بالغذاء ماتك شوكت أنت متأكل كاربوهايدريت شوكت دورين فاستين أثناء الصوم أنت من صايم مت جاي تأكل أي شي بما فيهم الكاربوهايدريت مت جاي تأكلها فمعناها إنه ماكو كاربوهايدريت جاي يدخل الجسمك بعد شنو ستارفاشن حالات المجاعة حالات الصيام وحالات المجاعة بيها مية يدخل الجسمك وحنا جلنا جلنا أنه الجهاز العصب المركزي مثل عندنا البراين ذولة يعتمدون على الجلوكوز إذا تذكرون وش قلنا جلوكوز تشوعدنا بعد أنسجة تعتمد على الجلوكوز مثلا قلنا الار بي سي مثلا تعتمد على الجلوكوز إذا تذكروها موجودات بالسيشن الثاني هذا يحتاج الجلوكوز يحتاج هذا الجلوكوز اللي أنا ما جاي أدخله بالغذاء فشون رح أوفره لنا هذا الجلوكوز يقول بالبداية هذا الجلوكوز رح أجيب الهمية من تكسير الليفر جلايكوجين أكو عدنا جلايكوجين مخزون مع الجلوكوز مخزون الجلوكوز الجلوكوز ستوريج أوكي اللي هو الجلايكوجين يكون موجود بالليفر فأني بالبداية يعني فقط بالبداية يعني من بداية الصيام مثلا أو بداية الستارفاشن آني رح أجيب هذا الجلوكوز إلى الدماغ وإلى الأنسجر اللي تحتاج للجلوكوز عن طريق تكسير الجلايكوجين من أكسر الجلايكوجين رح أطلع الجلوكوز وأدي للدم فهي الأنسجر رح تستخدم بعد شنو يقول لكن الأمون الغلوكوز stored as liver glycogine is only sufficient for 8 إلى 10 hour of fasting يقول صحيح أنا بالبداية أستخدم الليفر glycogine لكن هذا الأمون ما للليفر glycogine يكفيني فقط 8 إلى 10 ساعات من الصيام إذا صمت أكثر من 8 إلى 10 ساعات شنو الشي اللي رح أسوي ويوفر الغلوكوز هي عملية الغلوكو يقول if fasting lasts more than 8 إلى 10 hour the body has to produce glucose by process of glucone إذن إذا استمر الصيام من 8 إلى 10 ساعات والمجاعات طبعا المجاعات هي دائما تكون وقت طويل فالمجاعات والصيام اللي يستمر أكثر من 8 إلى 10 ساعات راح أوفر للغلوكوز عن طريق عملية الغلوكو ساعد الكبد بالستارفاشن يعني الكبد يكفي واحدة مثلا اذا كان الصيام مثلا 12 ساعة 14 ساعة الليفر يكفي واحدة بس بعدين اذا استمر الموضوع اكثر منه يشو بديني ندخل بحالة ستارفاشن بديني ندخل بحالة مجاعة فالكيدني القشرة مالي الكيدني راح تساعد الليفر وهي هما تنسوي عملية فهذا مثل ما اتفقنا من الورك بس مهم انه تربطون افكاره راح نبدي هسا بحاج الملزمة شي يقول هاي السبسترات احنا مو قلنا الكلوكونيوجينيسيز نصنع بيها جلوكوز انا من شنو اصنع هذا الكلوكوز خننعروف شن هي السبسترات شن هي المواد اللي راح احولها الى جلوكوز بالكلوكونيوجينيسيز خلي نشرح هذا الموضوع على هاي الصورة اللطيفة شوفوا انا من امشي من الكلوكوز الى البيروفيت اذا مشيت بهذا الاتجاه معناها انا شنو؟ معناها اني جاي اسوي جلايكو في حين اذا مشيت من البايروفيت لاعلى معناها انا جاي اسوي جينيسيز جاي اصنع كليوكوز زين شن هي سبسترات اللي استخدمها بصناعة الكلوكوز? اول شي البايروفيت هذا البايروفيت اقدر احوله الى hundreds من السبسترات مع الجلوكو ثاني شاء الله شنو هذا اللاكتيت هذا اللاكتيت أقدر أحوله إلى بايرويت والبايرويت أرجع أحوله إلى جلوكوز إذن الثاني هو اللاكتيت إن شاء الله الثالثة هي القليسيرول هذا القليسيرول شنو من يجي شوفوا إحنا عدنا دهون نسميها الدهون الثلاثية تكون موجودة بجسمنا تكون مخزونة يعني بالأديبوس تشو هاي الدهون الثلاثية عبارة عن فاتي أسد وعبارة عن شنو عبارة عن جلسيرول من إحنا نحتاج نصنع جلوكوز جسمنا رح يحطم هاي الدهون ويحولها إلى فاتي أسد وإلى جلسيرول ويجيب هاي لجلسيرول ويدخلها يحولها إلى جلسيرول ديهايد الثلاثة فوسفيت ويرجع يصنع منعتها جلوكوز زيان بعد شنو بعد عدنا هذن الأماينو أسد هذي الشغلة الرابعة الأماينو أسد الأماينو أسد طبعا لازم اللي تكون صانعة اللي تكون لازم صانعة للجلوكوز عدنا نوعين من الاماينو أسد عدنا أماينو أسد صانعة للغلوكوز عدنا أماينو أسد صانعة للكيتون كيتوجينيك وعدي أماينو أسد مكس بيناتين مكس بين صناعة الغلوكوز وصناعة الكيتون الأماينو أسد اللي تكون صانعة للغلوكوز هاي ممكن إش تتحول خنغير النور هاي الأماينو أسد اللي تكون صانعة للغلوكوز ممكن تتحول إلى بايروفيت وترجع هذا البايروفيت يدخل إلى الغلوكوز يعني يتحول إلى الجلوكوز أو ممكن لا ممكن مثلا تتحول إلى الأوكزالو أسيتيت هذا الأمينو أسيت ممكن يتحول إلى الأوكزالو أسيتيت وهذا الأوكزالو أسيتيت راح يتحول إلى الإينول بايروفيت اللي هي الخطوة ما قبل البايروفيت ومن الإينول بايروفيت أقدر أسعت إلى الجلوكوز بعد مرة بعد شنو ممكن الأمينو أسيت يتحول إلى الانترميدات ذن الثلاثة من يتحول إلى الانترميدات ذن الثلاثة هذن ثلاثتين يمشن وينتهن بالأوكزالو أسيتيت وحنا عرفنا شون الباثهوي مع الأوكزالو أسيتيت إنه شنو؟ إنه يتحول إلى إنول بيروفيت والإنول بيروفيت يرجع مرة ثانية إلى غلوكوز فهيج هذن أربع أشياء يصنعان الغلوكوز شن هنا خلنرجع نعيتين هنا البيروفيت، اللاكتايت، الغلاسيرول، أوكي؟ والبروبانيت البروبانيت، هذن شغلة تنصنع عنا من اللاكتايت، أوكي؟ فالشغلة تجينا بنهاية اللاكتايت يعني اللاكتايت يمر بباثوي وينتهب البروبانيت وهذا هماتين ممكن إنه يتحول إلى غلوكوز يقول أسينشيال أنت نون أسينشيال عرفنا شنو الفرق بين الأسينشيال والنون أسينشيال الأسينشيال إنه أنا لازم آكلها بالفود إنه أمينو أسيد لازم آكلها بالفود، ليش؟ لأن ما يصنعها جسمي والنون أسينشيال إنه مو إلا أكلها بالطعام لأن جسمي يصنعها الغلوكوجينك، شوفوا الغلوكوجينك اللي تكون صانع على الغلوكوز الأمينو أسيد اللي تكون صانع على الغلوكوز هو ميتابوليزم، يعني هذن الأمينو أسيد أسوي لها ميتابوليزم وأصنع بايروفيت، وهذا البايروفيت أرجع حوله إلى غلوكوز أو لا هذا الأمينو أسيد وأسوي لها ميتابوليزم وأصنع من عدة intermediate of TCA مثل ما قلنا قبل شوية شوفوا هستاني هذا الأمينو أساس صنعت من عدة intermediate مال TCA وهي الانترميديت رجعتها إلى الأوكزالو أسيتيت وهيت رجعت إلى الإنول بايروفيت ورجعت إلى الكلوكوز أوكي كان بي كونفرتد تو كلوكوز هسه شنو شي يقول يقول الأسيتال كو أي كان نوت بي كونفرتد تو كلوكوز إنه يومن بكوز البايروفيت دي هيدروجينيز إز إريفيرزابل شوفوا تذكرون الرياكشن اللي يحول البايروفيت إلى الأسيتال كو أي جلنا جلنا إنه هذا الرياكشن يكون إريفيرزابل يكون غير إنعكاسي يعني أحول البايروفيت إلى الأسيتال كو أي بس الأسيتال كو أي ما أقدر أحوله إلى البايروفيت تمام فهذا الأسيتال كو أي ما أقدر أصنع من عدة كلوكوز ليش؟ لأن ما جاي أقدر أحوله إلى البايروفيت حتى بعدين أصنع من عدة كلوكوز فهذا الاسيتال كو اي كانت بي كونفرتت تو غلوكوز هاي عملية احنا قلنا الصير بالليفر والصير بالرينال كورتكس يعني الصير بالقشرة مال الكلية يعني كدني يعني كلية والصير بالليفر وتحديدا بالسايتوسول بالسايتوسول مال الخلية يعني منطقة من السايتو بلازم زيان هسه مطينا ملاحظة هاي الملاحظة شباب قرأتها بامستيكيوات يعني هي موجودة بالورك ما موجودة بالمحاضرة مالتنا بس ممكن تجي امستيكيوات شي يقول يقول كل الاماينو أسد ممكن تصنع غلوكوز عدا اثنيا اللي هنا اليوسين واللايسين اليوسين واللايسين ذني صنعا بس الكيتون بس كيتوجينك يعني مثلا مرات يجيب لكم امستيكيو يقل لكم كيتوجينك اماينو أسد ويطيكم مجموعة اماينو أسد وبيناتنا اللايسين منو تختارون تختارون اللايسين لان بس اليوسين واللايسين يعتبران شنو يعتبران كيتوجينك هالدور قلنا انه سام اماينو أسد بعض الاماينو أسد يعتبران اثنين اثنين كيتوجينك و جلوكوجينك وهنا هذن الأمثلة مع البوث مع الاماينو أسد اللي تكون كيتوجينك و جلوكوجينك و قلتوكم هذا الشيء ممكن يجيناك امسكيو هسا خلنشرح شوية عن هذا المخطط مع GM خلي نرجع نتذكر عملية الجلايكوليسز عمليةben cant Door هذا البايرو فيت هنا طبعاهاي العملية مع الجلايكوليسز وون اصير بساي تو هادور هذا البايرو فيت راح أجي أدخلي الى الميتو كوندرية اوك هاي بالميتو كوندرية أجيب هذا البيروفيت أدخله هذا البيروفيت بالمايتوكوندري رح أحاوله إلى أسيطايل كو أي هالدور شنو هالدور أدخله بكريبس سايكل إنه أسيتايل كو أي أجيب لأوقزالو أسيتيت هالدور أربط الأوقزالو أسيتيت بالأسيتال كو أي وأسفو سترايت وامشي بالكريبس بحيث أرجع مرة ثانية إلى الأوقزالو أسيتيت هاها بعملية Breakfast وجلوليصية وعملية cريبس سايكل بعملية الجلوكونيوجينيسيس شون انا من هذا البايروفيت ارجع اصنع جلوكوز شوفوا انا بالاخير البايروفيت دخل عدي بالميتوكوندرية على مود اطلع البايروفيت من الميتوكوندرية لازم يكون عدنا ماليت يعني لازم هذا البايروفيت احولي الى ماليت على مود اطلعه من الميتوكوندرية فشون البايروفيت رح احولي الى ماليت الرابط ببيناتن هو اوكزالو اسيتيت فأجيب بالبداية البيروفيت أحوله إلى أوكزالو أسيتيت هالدور الأوكزالو أسيتيت أحوله إلى ماليت فشوفوا هناك كاتبنا بالميتو كوندرية بالميتو كوندرية هنا شنو عدي عدي هذا البيروفيت هذا البيروفيت مثل ما قلنا أحوله إلى أوكزالو أسيتيت عن طريق انزيم الكاربوكسيليز هالدور شنو هالدور هذا الأوكزالو أسيتيت ما يقدر يطلع من الميتو كوندرية وإنما لازم أحوله إلى ماليت فهذا الماليت رح يكون إلى القدرة أنه يطلع من الميتو كوندورية بس من طلعته إلى ستايتوسول هذا الماليت لازم أرجع أحوله إلى فوسفوينو البيروفيت على مد أمشي بعديا أكسي لقلايكوليسيس بالضبط هذا الماليت والفوسفوينو البيروفيت ماكوا بيناتين علاقة دايركت يعني ما أقدر أحول الماليت إلى الفوسفوينو البيروفيت ليس دايركت لي ما أقدر وإنما شنو وإنما هذا الماليت لازم أرجع أحوله إلى أوكسالو أسيتيت لأن أكو علاقة بين الفوسفوينو البيروفيت والأوكسالو أسيتيت فهذا الأوكسالو أسيتيت رح أصلط عليه إنزيم اللي هو الPEPCK من أصلط عليه هذا الإنزيم رح يتحول إلى فوسفوينو البيروفيت هسا شنو هسا انتو دا تلاحظون إنه هذن الإنزيمات الثنين الPEPCK وشنو والإنزيم الثاني اللي هو البيروفيت كاربوكسيليز لحد ما أوصل إلى التفاعل الثالث هسا هذا التفاعل الأول التفاعل الثاني التفاعل الثالث تذكرون بالغلايكوليس التفاعل الثالث يكون irreversible فأني أنا متسوي بما أنه هو irreversible فما أقدر أرجع بالإتجاه المعاكس لأنه بس يمشي ما أقدر أرجع بالإتجاه المعاكس فلازم شنو لازم أستخدم إنزيم ثاني ساعدني إنه أرجع من الفريكتوز واحد ستة بس فوسفيت إلى فريكتوز ستة فوسفيت أنا على مود أحول الفريكتوز واحد ستة بس فوسفيت إلى فريكتوز ستة فوسفيت لازم شنو لازم أشيل هاي الواحد فوسفيت تمام معناها شنو معناها لازم أستخدم إنزيم أسمي الفوس فوتايز احنا كنا بالجلايكوليسيز استخدمت الكاينيز لان الكاينيز يضيف فوسفات هسا الفوسفتيز شنو يوخر الفوسفات فاستخدم الفوسفتيز سويت فريكتوز 6 فوسفيت هالدور فريكتوز الى جلوكوز 6 فوسفيت هذا التفاعل الثاني يكون عادي فشنو فهذا الكلوكوز 6 فوسفيت على مدرجة الى جلوكوز طبعا التفاعل الاول اللي تتذكرون بالجلايكوليسيز كان irreversible فهنا هماتين لازم استخدم انزيم ثاني فالغلوكوز 6 فوسفيت هماتين لازم اشيل هاي الفوسفيت فهماتين استخدم انزيم الفوس فوتايز على مود اشيل هاي الفوسفيت ويرجع مرة ثانية الى غلوكوز فهسا انتو تلاحظون انه التفاعل العاشر بالغلوكو نيوجينيس هو الانزيمات البيروفيت كاربوكسيليز والPEPCK في حين التفاعل الثالث الانزيم ما تصعر الفوسفيت والتفاعل الاول الانزيم ما تصعر الفوسفيت والباقي يعني عدا هاي وعدا هذا وعدا هذا الباقي كله عكسي لغلائكوليسس بالضبط فهسا خلينا روح هنا شوفوا شي قل لنا قل لنا البيروفيت or related substrate are converted to glucose البيروفيت راح حولي الى glucose يقول irreversible بالغلائكوليسس استخدمت النفسهم بالغلوكو نيوجينيسس اضافة الى ثلاث تفاعلات جديدة يكون irreversible بدال التفاعلات ال irreversible اللي كان نعدي بالغلائكوليسس فهي بس فوسفيتاز شوفوا الانستيد او الغلوكو نيوجينيسس اللي هو فوسفوفريكتو كاينايز هالدور لغلوكو ستة فوسفيتاز صار قدي الانستيد او الغلوكو نيوجينيسس اللي هو and enable the product of amino acid catabolism that are intermediate of TCA cycle to be used for synthesis of glucose يقول the last reaction هاذا هو reaction هاذا هو reaction يقول the last reaction يكون ربط بين من بين التسي اي سايكل وبين الغلوكو نيوجينيسس لأن هاذا الأوكزالو أستايت والمالات هي أصلا من ضمن التسي اي سايكل فيكون الربط بين التسي اي سايكل والغلوكو نيوجينيسس وهماتين هاذي الشغلة شرح أستاعدنا رح أستاعدنا إنه هذا الأمينو من أحول إلى intermediate تمام من أحول إلى intermediate وانتي بالأوكزالو أستايت أقدر بسهولة أرجع أحول إلى انول بيروفيت فهذه الشغلة تساعدني بهاي السال فإنه enable the product of amino acid that are intermediate of TCA cycle to be used for synthesis of glucose أقدر أستخدم amino acid catabolism اللي رح تصنعني الانترميدية مع TCA cycle أقدر أرجعها مرة ثانية إلى الغلوكوز عن طريق تحويل الأوكزالو أستايت إلى فوسفو إنول بيروفيت وأمشي عكس لجلايكوليسس فهي هاي الانزيمات مع الغلوكو نيوجينيسس والfeatures مع الخواص يعني الخواص الخاصة بالغلوكو نيوجينيسس زين هسا نيجي للregulation of gluco نيوجينيسس أنا شرح أتحكم بالغلوكو نيوجينيسس أول شي هنا دي يسولف لي عن إنه شوك تحدث عدنا عملية gluco نيوجينيسس يقول يحدث إن part of response في حالة الاستجابة إلى حالات اللي يكون نسترس مثل شن إن حالات نسترس قوي وطويل and it is largely hormonal control يعني أنا لما أسوي regulation of gluco نيوجينيس regulation رح تكون hormonal يعني شن هس لما نيجي لل activity of pepck stimulated by glucagon glucagon هذا عبارة عن هرمون ينفرز من البن كرياس تمام and cortisol هذا هم ماتين هرمون ينفرز من adrenal gland adrenal gland هي الغدة الكذرية اللي تكون قاعدة فوق الكلية يعني اللي تكون فوق الكلية and inhibited by insulin يعني إذا صار عدي insulin بالجسم الإنسولين نعرف شو كتين فرز الإنسولين ينفرز مني طب glucagon الجسمي على موت هذا الإنسولين يساعدني على موت أتخلص من الكلوكوز تمام هذا الإنسولين مني ينفرز معناها أنا طب glucagon الجسمي معناها أنا بعد ما أحتاج أسوي عملية الكلوكون يوجينيس على موت أصنع glucagon فهمت الفكرة فالإنسولين يثبط عملية الكلوكون والكورتزول إذا ارتفع إذا ارتفع الكلوكاغون والكورتزول إذا ارتفع معناها أنا ما عدي إنسولين بالجسم معناها الإنسولين عدي قليل وإذا الإنسولين عدي قليل معناها الكلوكوز عدي قليل لأن الإنسولين يرتفع على موت يخلصنا من الكلوكوز بما أنه أنا ما عدي كلوكوز فما عدي إنسولين من ما عدي إنسولين ذن الكورتزول والغلوكاغون رح يحتلن الساحة من يحتلن الساحة رح يحفز نعبنا الانزيمات الخاصة بعملية الغلوكونيوجينيس وتحديدا انزيم PEPCK ويسوي لي غلوكونيوجينيس activity of fructose 1,6 bisphosphatase stimulated by glucagon and inhibited by insulin نفس الفكرة ليش inhibited by insulin لأن الانسولين من ينفرز معناها اكو غلوكوز بدمي معناها انا ما احتاج glucagoniوجينيس في حين الكلوكاغون من ينفرز معناها انا ما عدي insulin بما انه انا ما عدي insulin والانسولين مقترن بالجلوكوز معناها انا هماتين ما عدي glucaوز فهذا الكلوكاغون يرتفع ومن يرتفع رح يسوي stimulated يعني رح يحفز عدنا عملية الكلوكونيوجينيس في حين الانسولين لا يثبط عملية الكلوكونيوجينيس تمام احنا يقول للانسولين مثل ما حجينا انه الانسولين يثبط عندنا عملية الكلوكونيوجينيس في حين الكلوكاجون عملية الكلوكونيوجينيس يقول يعني بالاشخاص اللي يكونون مصابين بالسكر بالاشخاص اللي مصابين بالسكر هاي المعلومة طبعا كلش يعني كلش حلوة يقول بالاشخاص اللي مصابين بالسكر رح يزيد عندنا عملية الكلوكونيوجينيس ليش لان ذول اهل الديام اهل السكر عدتهم مستوى الانسولين قليل وكي هم ما عدتهم الكلوكوز بجسمهم بس عدتهم مستوى الانسولين قليل تمام بما انه ما عدتهم مستوى الانسولين قليل والانسولين هو اللي يسوي انهبت فبعد ما كوا عدنا شي سوي انهبت العملية الكلوكونيوجينيس فهمتوا الفكرة فذول لعتهم انسولين قليل فبعد ما كو شي يقدري ثبط عملية اللجلوكونيوجينيز فعملية اللجلوكونيوجينيز صير عدهم حتى لو هما كانوا عدهم غلوكوز وهيت رح يزيد الطين بلة لان هما عدهم غلوكوز وانا جاي اسوى عملية اللجلوكونا pickle واصنع بعد غلوكوز فجاي ازيد عليهم اللجلوكوز فهيت عده الاسكر رح تزيد العلع الثان اوكي بسبب هاي السالفة بالغلوكونايوجينيس فهذا الشي رح يسوي عدي hyperglycemia hyper معناها high معناها عالي glyce معناها glucose eemia معناها دم معناها blood hyperglycemia معناها مستوى عالي من الجلوكوز بالدم لان هم اهل الديم عدتهم انسولين قليل واردي هم عدتهم مستوى جلوكوز عالي فهذا الانسولين القليل ما يقدر يسوي تطبيط العملية لجلوكونيوجينيسيس فالجلوكونيوجينيسيس بعد ما اكو شي يثبطها غير الانسولين فهذا الانسولين ما يقدر يثبطها فعملية لجلوكونيوجينيسيس رح يصير عدنا موجودة وهم عدتهم جلوكوز عالي من البداية هالدور صارت عدنا عملية لجلوكونيوجينيسيس زيادتنا لجلوكوز فهي صار عدهم لجلوكوز سوبر عالي وليهنا نكون وصلنا نهاية محاضراتنا اليوم ان شاء الله تكونون استوانستو واستفاديتو ونلقيكم محاضرات جديدة وثانكي